أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عمليات الإجلاء لدواع طبية التي تشتد الحاجة إليها من غزة توقفت تماماً بعد هجوم إسرائيل العسكري على رفح الفلسطينية قبل ثلاثة أسابيع وحذرت المنظمة من أن هذه الخطوة تعني أن المزيد من الأشخاص سيموتون بانتظار تلقي العلاق وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو عشرة آلاف شخص يحتاجون إلى الإجلاء لتلقي العلاق الطبي اللازم في مكان آخر مشيرة إلى أن من بينهم أكثر من ستة آلاف مريض يعانون صدمات نفسية وما لا يقل عن ألف مريض أمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان